السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب فيكم حبابي طلاب الصف السادس الارتدائي في قناتنا انجليش اونلاين درسنا اليوم ان شاء الله هو الدرس السابع من الوحدة الاولى بيج تن الصفحة العاشرة اكتيفتي وان ريد ذا كلوز اند كومبليت ذا كروس ويردز وهو اقرأ اقرأ المفاتيح اللي هي الكلوز معناها لهو تلميحات اشارات معناها لهو مفاتيح لحل اللغز اند كومبليت واكمل اللي هو الكلمات المتقاطعة زي ما انتم شايفين عندنا هنا فيه انه هو الكلمات المتقاطعة عندي انه هو شكل للكلمات المتقاطعة اللي احنا مرات بنشوفهم بالجريدة عندي هنا اللي هو across وعندي down عندي اللي هو across يعني بدي أعبي عندي مجموعة من الكلمات وعندي اللي هو across معناها اللي هو أفقي عندي مثلا number one اللي هو way to go up high number four sudden to see someone number six not to stand up number seven need to sleep number eight to come again number nine something bad that wasn't planned عندي هنا اللي هما هدول الجمل الموجودين عندي هنا مكتوب عليهم فوق اللي هو إشارة across مكتوب عليهم يعني هدول الجمل بدي أعبيهم بشكل أفقي مثلا عندي number one بدي أعبيها بشكل أفقي هكذا number four بدي أدور على number four وأعبيها بشكل أفقي number six بدي أعبيها بشكل أفقي وهكذا عندي هنا down في عندي مجموعة من الجمل هي be number one be the same number two very very bad number three a holiday in the summer time number five use the phone number eight a loud noise number ten fall very fast عندي هدول الجمل بدي أعبيهم في الجدول اللي موجود عندي هنا أعبيهم اللي هي في الجدول الكلمات المتقاطعة بدي أعبيهم بشكل عمودي هاي إشارة العمودي هاي عندي هنا number one عندي هنا number one بدي أعبيها هكذا بشكل عمودي عندي number two بدي أعبيها بشكل عمودي number three هاي number three بدي أعبيها بشكل عمودي وهكذا خلينا نقرأ الكلمة اللي هي الكلوز ونطلع اللي هو الإجابات ونعبيهم في خنات الكلمات المتقاطعة number one way to go up high طريق لتذهبه إلى أعلى اللي هو شو معنى الطريق اللي هو هذا معنىها stairs اللي هي درج stairs إذن أفق اللي هو one اللي هو أفقي بدي أعبي كلمة stairs عندي هنا خلينا نشوف اللي هو نموذج اللي هو محلول للسؤال كامل عندي هنا stairs بدي أعبي كلمة stairs بشكل أفقي هكذا كل حرف بدي أضعه في مربع stairs كل حرف في مربع بشكل أفقي number four say not to see someone اللي هو أنت اللي هو لست حزينا اللي هو لترى شخص إذن بتكون مشتاقل وإذن معناها miss بدي أضع في number four بدي أدور على number four هاي number four أضع فيها كلمة miss بشكل أفقي وكل حرف بدي أضعه في مربع في مربع من المربعات number six not not stand up not اللي هو معناها لا stand up معناها يقف على رجليه شخص لا يقف على رجليه معناها يسقط إذن fall بدي أشوف number six وأضع فيها كلمة fall number six هاي بدي أضع فيها كلمة fall بشكل أفق اللي هي cross عندي هنا يعبيه تم كلها كل مربع في حرف number seven need to sleep يحتاج لينام اللي هو بكون متعب إذن tired بدي أضع له في number seven بدي أضع كلمة tired كل حرف في مربع بشكل أفقي عندي number eight اللي هو to come again ليأتي مرة أخرى بدي يجي مرة ثانية يعني اللي هو يرجع اللي هو back بمعنى return إذن بدي أضع في الفراغ كلمة back اللي هي الكلمات اللي إحنا بنضعهم هما الكلمات اللي هو كلمات الوحدة اللي إحنا سمعناهم من أول الكتاب لأخر الوحدة وإحنا بنعيد فيهم حتى اللي هو نتمكن من كتابتهم وقرائتهم بشكل اللي هو صحيح خلينا نشوفها الحين عندنا هنا اللي هو تمانية اللي هو back عندي back بدي أضع كلمة back في اللي هو تمانية اللي هو بشكل أفقي وكل حرف يا back وأضع كل حرف في مربع عندي number nine something bad that wasn't planned اللي هو شيء سيء اللي هو غير مخطط له planned يخطط اللي هو planned مخطط اللي هو شيء سيء غير مخطط له اللي هو يحدث له فجأة معناها اللي هو accident إذن بدي أضع في المربع التاسع بشكل أفقي بدي أضع كلمة accident وندور على مربع nine بشكل أفقي كلمة accident هاي كلمة accident بدي أضع كل حرف في مربع كلمة accident الآن ننتقل له نحل اللي هو الكلمات المتقاطعة نحلهم بشكل عمودي عندي هنا down نحل الكلمات اللي بشكل عمودي down أي الإشارة بشكل عمودي number one be the same يكون اللي هو نفس الشيء same اللي هو نفس الشيء يكون كل مرة نفس الشيء إذن معناها لا يزال اللي هو still بدينا نضع كلمة still في number one نضعها بشكل عمودي هاي number one بدينا نضعها بشكل عمودي نضع كلمة still وكل حرف في مربع عندي number two very very bad يعني الشيء اللي هو كتير كتير سيء هو awful هو مرعب أو فضيع اللي هو awful إذن بدي أضع في number two بشكل عمودي كلمة awful awful number three holiday in the summer time أجازة في اللي هو وقت اللي هو الصيف اللي هي summer camp summer camp نضع في الفراغ عندي هنا summer camp بشكل عمودي number three summer camp هاي مضعتها اللي هو بشكل عمودي وكل حرف في مربع عندي number five use the phone اللي هو بأستخدم اللي هو التليفون أو الهاتف معناها call call اللي هو معناها اللي هو آآ عندي معنى ينقلها ينادي أو اللي هو يتصل call ننضع كلمة في رقم five ننضع كلمة call بشكل عمودي هاي عندي number five ننضع كلمة call بشكل عمودي عندي هنا number eight loud noise loud noise اللي هو ضوضاء أو إزعاج بشكل عالي عندي هنا bang يخبط أو يضرب اللي هو bang bang ننضع عندي في number eight ننضع عندي كلمة bang بشكل عمودي هاي number eight بدي أضع فيها بشكل عمودي كلمة bang وكل حرف فيه مربع عندي number ten fall very fast اللي هو يسقط بسرعة شديدة إذن بيصطدم اللي هو معناها crash crash ننضع كلمة crash في number ten ندور عن number ten والnumber ten هاي عندي number ten بدي أضع فيه كلمة crash بشكل عمودي يب هيك بنكون خلصنا التمرين الأول عندي هنا نكون خلصنا التمرين الأول اللي هو activity one في lesson seven اللي هو period seven ننتقل لها activity two activity two think and write the correct sentences اللي هو فكر وأكتب الكلمات الجمل بشكل صحيح بدي أتعلم على اللي هو كيف أكتب اللي هو الجملة كتابة صحيحة وأكتبها بعلامات الترقيم عندي هنا بدنا نتعلم كيف بدنا نكتب الجملة كتابة صحيحة عندي جملة هنا بدنا نتعلم كيف نكتبها كتابة صحيحة بدنا نقرأ الجملة ونفهم ما تحتاج الجملة لكي تكون صحيحة كتابة من ناحية الكتابة عندي هنا جملة بس بدنا نعدل الجملة عشان عندي فيها خطأ عدلنا الجملة هيك بدي أنظر إلى الجملة وأشوف الجملة عندي هنا بدي أجهز الجملة وأضبط الجملة من ناحية الكتابة إذن لازم أبدأ الجملة بحرف كابتال لتر أي جملة عندي لازم أبدأها بحرف كابتال لتر إذن بدي أبدأ كلمة last بحرف كبير خلينا نشوف كيف بدنا نكتبها نكتب كلمة last بحرف كبير ونكمل باقي الجملة كلمة summer نكتبها زي ما هي راح نكتبها زي ما هي سمر عندي ايمي هياising الاسماء لازم نكتبها بحرف كبير اينما وجدت في الجملة وينما توجد في الجملة بداية الجملة وسط الجملة اخر الجملة اخر كلمة في الجملة بدنا نضعها حرف كبير اذا بدنا نضع كلمة ايمي انه هو بحرف انه هو اللي هي ايمي هيك كتبناها اللي هو حرف كبير عندي هنا إبريك إبريك عندي هنا الفعل اللي هو الفعل المصدر عندي كلمة لاست بدي أنتبه للجملة عندي هنا كلمة لاست هي كلمة مفتاحية تدل على زمن الماضي البسيط اللي هو مازالها كلمة بديلني على زمن الماضي البسيط إذن بدي أغير الفعل عندي في الجملة بدي أنظر للفعل الفعل عندي هنا في حالة المصدر في الحالة الأولى إذن بدي أستخدم الفعل بالحالة الثانية لأدل على زمن الماضي البسيط مع استخدام كلمة lost لازم أستخدم تصريف الثاني للفعل اللي هي بدل broke اللي هو الأول منه بدي أستخدم التصريف الثاني منه اللي هي break بدي أستخدم التصريف الثاني منه اللي هو broke وضع كلمة broke ونكمل باقي الجملة اللي هي hair arm وأضع في نهاية الجملة أضع اللي هو النقطة اللي هي full stop إذن تعلمنا اللي هو كيف لنا نكتب الجملة كتابة صحيحة بدي أبدأ الجملة بcapital letter اللي هو at the start of the sentence or at the beginning of the sentence I will start the first letter with capital letter capital letter الأسماء اللي هو nouns اللي هو الأسماء عندي هنا بدي أبدأهم بcapital letter حرف كبير بدي أنهي الجملة بي اللي هو full stop اللي هي نقطة عندي إذا كان الفعل بدي أنتبه لا الفعل اللي موجود عندي هنا بدي أستخدم الفعل في حالة الماضي تصريف التاني بأجيب الفعل بالتصريف التاني منه أو بأحضر التصريف التاني لأ الفعل وفي حالته اللي هي التانية بوجود كلمة last اللي هي بتدل على الفعل الماضي إذن خلينا ننتقل ونحل أسئلة الكتاب عندي هنا اللي هو think and draw اللي هو activity to فكر وأكتب الجمل بطريقة صحيحة عندي ما نرجع اللي هو كتب لي هنا تذكر اللي هو use a capital letter at the start of the sentence use a full stop at the end of the sentence check the verb اللي هو تذكر استخدام اللي هو الكابتل هي كتب ليها إشارة الكابتل اللي هو الحرف الكبير اللي هو الحرف الكبير في بداية الجملة واستخدام النقطة في نهاية الجملة اللي هو افحص أو شوف الفعل الموجود عندي هنا في حالته الأولى أم حالته الثانية إذا كانت عندي الجملة ماضي الجملة عندي ماضي بدي أستخدم التصريف التاني لا الفعل اللي هو الباست فير اللي هو الفيرب في الماضي زي ما حالينا الأولى عندي هنا last summer بدي أكتبها capital letter خلينا نشوف حل الجمل بننقرأ الجمل بننقرأ الجمل ثم ننتقل إلى حلهم واحدة واحدة عندي last summer number one إذا ما زال last summer إذا كل الجمل بيدلوا على الماضي بدنا ننظر اللي هو إلى الجمل number one خلينا ننتقل وإنحل الأسئلة اللي موجودين عندي بشكل اللي هو أنحلهم ونشوف علامات الترقيم اللي هم محتاجينها إذن إني عندي لا عندي اللي هو number one Amy اللي هو last summer اللي هو Amy break her arm إحنا حلينا هذه الجملة اللي هو في المثال السابق number two she fall down the stairs بدي أضع كلمة last بدي أضع كلمة last بإن هي ب capital letter بدي أبدأها بcapital letter هي number one اللي عاود نعيد حلها اللي هو number one Amy break her arm بدي أضع last سمر بدي أبدأ كلمة last بcapital letter وأكمل باقي الجملة عندي الاسم الموجود عندي في الجملة اللي هو Amy بدي أبدأه بcapital letter وي أحضر اللي هو التصريف الثاني من break اللي هو broke وأضع في نهاية الجملة اللي هو full stop في نهاية الجملة نشوف النقطة اللي هو الرقم الثاني عندي هنا number two she fall down the stairs عندي هنا اللي هو last summer إذن بتنبهني أنه جميع الجمل بدي أكتبهم بزمن الماضي جميع الأفعال بدي أكتبهم بزمن الماضي البسيط عندي هنا بدي أبدأ الجملة كابital letter وأنه هو أجيب الفعل بالتصريف الثاني اللي هو زمن الماضي البسيط اللي هو fill اللي هو الماضي من fall اللي هو fill down the stairs وأضع اللي هو في نهاية الجملة اللي هو full stop اللي هي نقطة number three amy crash down into the flowers عندي amy اسم أيضا هي اسم وفي بداية الجملة بدي أضعها كابتال لتر كراش الماضي منها بدي أجيب الماضي من كراش لأنه الجملة عندي في الماضي الماضي منها crash down into the flowers وفي نهاية الجملة أضع اللي هي full stop اللي هي نقطة number four amy go to the hospital أبدأ عندي amy اللي هو كابتال لتر ويأضع اللي هو الماضي من go اللي هي went الماضي من go went amy went to the hospital وأضع في نهاية الجملة full stop أو نقطة خلنا نرجع نخلصنا اللي هو activity two نرجع لا activity three حل activity three اللي هو think and write sentences about a summer holiday or places you would like to visit اللي هو فكر وأكتب جمل عن اللي هو إجازة الصيف أو أماكن اللي هو تحب اللي هو زيارتها اللي هو visit يزور عندي هنا would like يحب عندي place مكان places أماكن خلينا نشوف كيف بدنا نحل هذا السؤال عندي هان في عندي مجموعة من الجمل اللي هو نطلع طلعناهم من اللي هو من الدرس أو من اليونت عندي هنا في عندي اللي هو مجموعة من الجمل بدي أتعلمهم اللي هو last summer I went to اللي هو الصيف الماضي اللي هو ذهبت إلى بذ ينبذي نكتب اللي هو مجموعة اللي هو جمل بسيطة ونعملهم زي اللي هو حديث عن اللي هو الأماكن اللي أنا بحب أزورها أو مكان أنا زرته فيه الإجازة I was there for فراغ days اللي هو زرت اللي هو هذا المكان ذير تعود على المكان لمدة عشرة اللي هو لمدة كم يوم اللي هو عندي هنا أيام I went with my فراغ I went اللي هو ذهبت إلى كذا إذن في عندي مجموعة من الأسئلة عشان أنا أطلع اللي هو أو أكتب معلومات عن مكان بحب أزوره أو اللي هو إجازة الصيف أو مكان أنا ذهبت اللي هو when did you go متى أنت ذهبت على سبيل المثال last summer اللي هو last summer I went عندي هنا where did you go أين ذهبت مثلا على سبيل المثال ذهبت إلى جيروزاليم اللي هي مدينة القدس اللي هي عاصمة دولتنا مدينة القدس عندي هنا how many days were you there اللي هو كم يوم دكتر اللي هو قضيت هناك مدى أذكر الأيام اللي أنا ذكرتم هناك I was there على سبيل المثال last summer I went to جيروزاليم الصيف الماضي ذهبت إلى مدينة القدس I was there for 10 days اللي هو قضيت هناك اللي هو عشرة أيام عندي اللي هو I went with my اللي هو ذهبت مع والدي مع والدتي مع ال Grand Mother عندي هنا مع اللي هو ال Grand Mother عندي I went وبدأ أذكر الأكتيفيتز اللي أنا عملتم غادة على سبيل المثال أنا اللي هو ذهبت زرتي المسجد الأقصى زرتي قبة الصخرة زرتي الأسواق اللي موجودة عندي هنا كل هذه الأشياء بدي أذكرهم على سبيل المثال أنا ذهبت إلى الأقصى موسك إلى المسجد الأقصى بهيك بكون أخذت فكرة عما عن المكان عن اللي هو مكان بحب أزوره أو بأتمنى أني أزوره أو إجازة هو أو مكان أنا ذهبت إله لأنه عندي هنا last summer اللي هو الصيف الماضي مكان أنا ذهبت إله ورحت إله خلينا نشوف Activity 3 Activity 3 عندي هنا التمرين الرابع في نهاية الدرس السابع عندي Write the words Practice your handwriting عندي هنا مجموعة الكلمات اللي هي كلمات الوحدة اللي هو The words of the unit أو The vocabulary of the unit عندي بدي أكتب اللي هو هذه الكلمات بدي أنقل هذه Practice your handwriting بدي أتدرب على كتابة هذه الكلمات بدي أنقل هذه الكلمات في دفتر في دفتر النسخ أو دفتر الhome work اللي عندي أنا أتعلم على لسبلينغ تبعهم Why لماذا لإني هذول الجمل هذول الكلمات رح أحتاجهم في الدرس الأخير اللي هو الدرس الثامن يعني بديت أنا بمرحلة من الدرس الأول للدرس السابع هيك بكون أنا رسمت في عقلي اللي هو لسبلينغ تبع هذه الكلمات فلي هو على الدرس الثامن في هذا التمرين بدي أتضرب عليهم أكتر وأكتب اللي هو أكتب الكلمات وأتضرب عليهم وأتضرب على السبلينغ تبعهم لإني رح أحتاجهم في الدرس السابع ومش رح يكون عندي خيارات إنه أخطر منهم وتكون الكلمة موجودة في الإجابة يعني أنا بدي أكون حافظ الكلمة حافظ السبلينغ تبع الكلمة فأني هو بتمنى أنك تكتب هذه الكلمات اللي موجودة في البوكس اللي موجودة عندي هنا اللي هما كلمات الوحدة اللي هي accident bang miss call back summer camp tired stairs fall awful still and crash نتمنى أنك تنقلوهم في دفتر الكلمات وتدربوا على السبلينغ تبعهم لإننا رح نحتاجهم في اكتيفتي في الدرس التهمن بيك بنكون خلصنا درسنا لليوم وفي نهاية الدرس اللي هو لا تنسوا تعملونا اللي هو like و share و subscribe لقناتنا على اليوتيوب والإعجاب بصفحتنا على على الفيسبوك وتعملونا اللي هو مشاركة للفيديو ليصل لأكبر عدد من طلابنا وطالباتنا ويستفيدوا منه وشكرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته